اشتركوا في القناة انا اليوم في قرية شبش القرية اللي سكنت فيها الخمس السنوات الاولى من حياتي وهذه العمارة اللي سكنت فيها وهذه الشقة وهذه بلكونتي اللي كنت ساكنة فيها المهم في هذه القرية حصلت لي حكاية حبيت اقولها لكم انا اول ما وصلت مثل ما تشوفون انتو ان القرية نظيفة وما فيش اي حاويات للزبالة وطبعا انا اول ما وصلت وكانت تجمعت عندي زبالة في البيت فلازم اطلعها طلعت لبرة ادور للزبالة وين الزبالات ما فيش زبالة في الشارع طيب سألت زوجي قلت له الزبالة تكدست عندي في البيت وين ارميت زبالة قال لي شوفي برة لانه هو مش عارف يعني قال لي شوفي برة شوفي فين موجودين الحاويات ورميها طلعت برة للشارع ملا درت الشوارع شوفوا متل ما تشوفون انتو ما فيش حاويات الشوارع نظيفة طيب وين حط الزبالة الاماكن كلها يعني ما تبين انه في زبالات المهم درت بزبالتي ادور ادور روحت بها روحت اقول لي زوجي ما حصلت الزبالة طيب كيف سوي قال لي تأكد يدوري شوفي مكان اكيد في مكان للزبالة انا يعني معي شغل دوري انتي هدي عم تبريها تخصصش دوري على الزبالة وين موجودة المهم شوفي سوي طلعت تاني يوم بالزبالة ادور على الزبالة وين الزبالة ما في زبالة رجعت هديك اليوم وانا مشي حصلت زبالة كبيرة حاوية سودة كبيرة في الشارع الرئيسي من القرية طبعا انا ما كنت عارفة انه هذا الباب الابيض اللي جنب باب عمارتنا هو مكان الزبالة طبعا هذا موجود في كل عمارة من العمارات في المانيا موجود مكان خاص للزبالة وانا طبعا درت على هذا الشارع والشارع التاني حصلت حاوية سودة جنب مطعم رميت في هالزبالة اول يوم تاني يوم رحت كمان نفس الشي وشلت زبالتي ورميتها في النفس الحاوية وثالث يوم على هذا الحال واني مش عارفة انه هادي الزبالة خاصة المهم بعد كم يوم اللي يجيني واحد يصيح لي هيا هيا تعالي 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 قلت له شوفي قال لي ليش ترمين الزبالة هنا قلت له يا وفي احني وين ارميها يبغى يفهمني انه هادي الزبالته واني عمل له مش فاهمة مش فاهمة لاني معاه كنت عارف ألماني ويقولي رجع الطفش قال لي خلص وروعت انا روحت وحكيت الزوجي قلت له طلعت الزبالة يمكن حق ناس هادي طيب وين الزبالتنا والله ما قال لي ما عرف المهم قال لي انا اللي عرفه انه كل اسبوعين يجبون زبايل لعند الباب حق العمارة ونرميها طيش اسبوعين اسبوعين اخلي الزبالة في البيت اسبوعين ما يصير المهم هديك اليوم وهو رايح للعمل شاف واحد يفتح باب الزبالة باب هذا الباب الابيض ويطلع منه حاويات الزبالة هنا عرف قال اكيد هاد الزبالات حقنا يعني حق العمارة وحكالي عليهم قال لي جبي واحد يطلع الظهر ان الحاويات الزبالة داخل هاد المخزن رحنا تاني يوم انا وياه فتحنا الباب بمفتاح الشقة فتح معانا فتح معانا وعرفنا ان من ديك اليوم انه هاد الباب اللي جنب العمارة حقنا حقنا الزبالة بس طبعا صاحبة البيت ما كانوا قالوا نحنا انه هاد هي الزبالة لذلك انا دحين من هاد المكان اقول لكم اللي جاي جديد على المانيا اللي جاي سايح اللي جاي علاج نظام المانيا انه تكون الزبالات دائما في البيت فيه مخزن خاص في العمارة للزبالات لذلك يجب وضع الزبالة في المكان الخاص بالعمارة يعني فيه ناس للأسف لحد الآن انا اشوفهم في باد جودسبرغ يحطوا الزبالات في الشارع لانهم مش عارفين لا الزبالات في كل عمارة موجودة زبالة السوداء موجودة للمواد الغدائية البيو يعني وال وال أصفر للفيرباكونغ للمعلبات والأزرق للورق للأوراق فشوفوا كيف المدينة نظيفة وجميلة جميلة جدا ونظيفة لهذا السبب لذلك يجب علينا المحافظة على مدننا وكذلك في كل العالم في كل الدول العربية مفروض نتبع هذا النظام ان احنا يكون معا احنا زبالات خاصة لكل لكل منطقة او لكل يعني ما نرميش في الشارع شوفوا ما شوف ليش النظافة في ألمانيا ليش بهذا الشكل ليش كل المناطق نظيفة لان كل عمارة حطة لها غرفة خاصة للزبالة كل عمارة يبنوها يبنوا فيها غرفة يحطوا فيها حاويات الزبالة والزبالة داخلها ما يحطوش حاويات الزبالة في الشارع لان لما تحطون في الشارع الناس ترمي الزبالة للأرض ما يرموهاش للحاويات ولكن لما يكونون في العمارة مخزن خاص للزبالة فبيضطر الناس انهم يحطون الزبالة داخل الحاويات هذا فقط حبيت اني اقول لكم عليه وفي نفس الوقت تشوفون المدينة اللي انا عشت فيها مدينة جميلة واعرفكم عليها هي شبيش وطبعا هي جزء من مدينة ترويزدورف او مقاطعة من مقاطعات ترويزدورف وهي عبارة عن تقريبا فيها حديقة عامة وفيها ثلاثة او اربعة سوبرماركت بالاضافة الى هناك كمان بحيرة روترسي قريبة من من دينة شبيش وفيها بعض المطاعم التركية اللي اكتشفتها الان مثل هذا المطعم التركي واحد مطعم اخر كمان وجدته في القرية اللي زورتها امس ما كان هادونا موجودين طبعا هادونا من الاشياء اللي فتحوها جديد وفي الاخير انا بس حابة اقول لكم تشووس وان شاء الله عجبكم الفيديو